يسعدنا ويشرفنا اتقادت معنا في مقر الموقع الاخورة نجمة طائرة الزمالك منطهب مصر والروح المؤخرا عن فريس زمالك كابتن احمد فاتحي. اتكون سلام بيه فابتن احمد. انا سلام بحالك ربنا خليك. كابتن احمد فاتح طبعا بعد نهاية الموسم تفيل الجميع برحيلك عن الفريق. هل الرحيل كان بين الاتفاة مع زيانك وانتفاق? ولا الادارة اللي وجهتلك اه شور. احكينا بقى كواليس رحيلك عن الفريق. لا هو يعني الروحي دي كان بالاتفاة انا كنت طالب ان انا مشي طبعا لكزا حاجة اولا طبعا ان انا شايف ان انا لسا عندي ناد في الملاعب طبعا وانا الحمد لله طول حقيقة كل انا بلعب في الملعب اه اساسي وانا دي بقى شايف ان هم ليه موجود نزق يعني شايفين ان هم في لعيب مسلا صغير او فيه ناشئين او الكلام ده كلهم شايفين الاولاي للناشئين. وانا شايف ان انا زي ما قدت كده ان انا حاببين لنا لعب وكون متواجد عطول في الملعب والعب وادة تاني في في الملعب يعني وكده فطلت ان انا الرحيل عشان خطر اللعب يعني. يعني نادر بقول ان كابت ان انا الفاتح شايف ان انت اتعرضت لزومة في المسم وانا فات مع الزمالي. اه اه طبعا انا شايف اه انا اتعرضت طبعا لزوم كبير كمان لان انا الحمد لله كنت قويس جدا السنة دي وكنت بدأ بادري باتمرد الوحدي وحاولت كتير اللي انا كن موجود وارجع تاني للملعب وكده بس هم كان زي ما اتحاك ان هم كان لهم وجهة نظر شايفينها وانا شايف ان هي ما هم مش يغيروها انا بقى كويس انا وحش اللي بيلعم مسلا كويس او واحش لأ هم شايفين حاجة معينة عايزين نكملوا بها فخلص فليت نفسي فيه اختلاف وجهات النظر فليت ان انا احسن لها طبعا ان انا اشوف يعني ابدأ في مكان جديد تاني وربنا اكتب وانا كده زي ما اتحاك ان انا بقت مرضى عن اي للزمالك ان انا ارجع له تاني في اي يوم تاني او اي وقت تاني وتحت امر النادي اه. بعد الرحيل عن نزعي ايه العروض اللي عندك بنعمة فتحين سواء داخلية او خارجين? لا انا جاي لعروض داخلية بس جالي من بيتورجيتو جالي نادي الجيش وجالي لتحكت السكندري اه انا من لسبك بها يعني افضلت ان شاء الله بازن الله ومن لسبك بنا دي بدرجات يعني لان هم شايف ان هم عندهم طموح اه اكتر عاملين فرقة كويسة اه او عن الجاس فني طبعا محترم اه كابتن ميضم سلحي والشركة يعني الناس اللي موجودين مسئولين يعني كله مناس برضو محترمة جدا وعندهم فجر كويس او فررياضة فبنسبة كبيرة ان شاء الله بازن الله اكون اه يعني وجاية المقبلة كون بترشدت ان شاء الله عبروك مقدمة والتوبة. الله بارك لك ربنا خليك. شايف ان اه ادارة الزمالك بتتأثر بعراقها تحديدا في علعاب الصلاة يعني خلال صفحات السوشيال ميديا صاح الله. اه بنسبة كبيرة اه بنسبة كبيرة انا شايف ان الادارة تتأثر اه بالصفحة بتاعة الميديا وكده يعني في حاجة كتير كده يعني في حاجة كتير حاصلة اثبتت لكده فعلا بس اه مش عارف هم يعني في ناس مسلا معانا ما بسكوا فيها او هم مش فيه ناس مش بيسكوا فيها مسلا في النادي بتشتغل وكده فليوها حياء شاء بني بتسأثر بهم. قال ان فيه تدخل من احد اعضاء مالي صاحبية مالك الحالي لفرد اسماء بعينهم على نضارنب فريق الطائرة. صح الله الله. برضو صاحب نسبة كبيرة اوه. في جميع العاب يعني مش مش شاب الفولي بس يعني. فريق طارق الزمالك اخر سنتين مقدم موسكوات محلية رقعة كسبان الدولة الكاس سنتين واربع. الموسم ده في البداية حصل ربوط مفاجئة جدا للفريق. وطارت اه سنة سبطرات والاعتزار عام بطولة الفرقة. ايه ما. ايه اللي حصل? قدر الربوط المفاجئة لفريق الزمالك. مفيش زي انا زي موارا حقيقة احنا النادي مر بزروف اللي هو تغير مجالس الادرات وهم اه تغير اربع مدربين برضو في اي فرقة اي لازم نؤثر عليها طبعا. فدي حاجة اثرت على الفرقة بشكل كبير جدا. انا من اللي احنا سنتين كنا فرقة كويسة جدا وفيها عناصر كويسة جدا واندعمنا بناس كويسة زي محمد عادل ومحضرفين اللي هو جمل فده طبعا اثر علينا طبعا بشكل كبير يعني هو انا شامل دي حاجة طبيعية جدا يعني. طبعا ده فريق اللي الزمالك سنة امام ولدية بوسية. الزمالك كسبان اتنصف. محتاج شوط وايكسة عبر جدودة. مرة واحدة. جمالية جمالة فاجت. خسارة تلاتة شوطنا التالية. وخسارة ان الله قبض. وقعد حاجة من السلسان. تفسيلك ايه اللي حصل في المغارات دي تحديدة بداية من الشوط التالية لين شوطو كان. لا مفيش والله انا شايف ان طبعا في القفل اخر بالمكسب وخسارة طبعا ربنا بس زي ما انت عارف اللعب المصري احنا استسهلنا اللي نفسينا كسبنا الاول شوطين مستريح وكنا في الشوط التالية كنا بنكسب برضو مشين كويس. فمرة واحدة لين الماتش اتقلب بقى في لعبة طبعا يعني استسلت الماتش وبقى فيه بقى كل واحدة عايزة تمنظر. كل واحدة عايزة اخده هو الشو. فدي طبعا احسرت علينا مرة واحدة وبعد كده لين نفسينا اخسرنا يعني والبونت بيتعمل الكور كده وحنا وفين مش عارفين اللي بيحصل يعني فاخسرنا يعني للاسف. نرجع بقى سنة الفات كده وبالوائد ما نعمل موت تحديدا الفين تاتة وعشانية وبعد اخسر الفريزة مالك دي صور امام دي كان عنده معسكر شان بطولة عربية كان بيستعدل فرط وعباد. مرة واحدة حصل اعتزاره عن البطولة. وسبما انباء عن كدوس ازمة قوية بين احمد مرتد على الماضي السابق. ايه اعضاء الفريق? اه. اي اسباب اه المشكلة دي? اه. لا اه هو البطولة اللي احنا نخسرنا السوبر اه بتاع التلاتة وعشرين دهو تكون اه. فكان برضو كان ساعدة برضو كان معنا كابتن شريف الشملي وبعد كده كابتن عشر هو تولى المهمة برضو يعني الجاز اللي كانت تغير فاخسرنا السوبر. ونفيد احنا نخش بطولة العربية فا اه يعني معظم الناس في الفرق الناس الكبيرة احنا نخش بطولة العربية كنا شابين احنا نفع نفسينا احسن ونتمرن وعشان كان عندنا دوري وكاس وكان فيه افريقيا برضو فساعتها كان كان سزاح المرتضى كان عايز انحنا نشارك البطولة والناس في الفرقة واجازة الفاني شايف ان احنا نفع نفسينا احسن ونتمرن وبالتالي يعني وفهم ان احنا حصل الصحي احنا خدنا الدوري وكاس وبعد كده احنا افريقيا اللي احنا اخسرنا مبو سالم دين بس انا اخدنا اللي هو كسبنا البطولتين اللي هم الاهم في الموسم يعني اخدنا الدوري وكاس وكان هو بس ده الخلاف يعني طبعا بجانب الخلافات اللي هي اللي بتوها المادية برضو لان الفرقة عايزة بيقوم تأخر لها مستحقات النسبة تطالب بحوقها انه دي مسلا بيبقاش في فلوس او او الدنيا بتداره بشكله مش كويس فالعب برضو بقى عايز يعني حاجة اللي هي ايه تحسسه يعني اللي هو يعرف يمشي حاله برا. باي دي بس اكتر الخلافي عدو. اه في اه اخبار دارت ان اه فريد طايرة قدم شكوى لمجنس كدارة ضد ضحن بالمرتدة يطالب بيبعاده عن فريد الطايرة والاقراف عنه. صح او حصل فعلا وساعتها الفرقة اتلعت مع المستشرة مرد من الصور اللي احنا يعني الناس كانت زعلانا من من الاسلوب من الطريقة اللي هو اتكلم بها مع الفرقة يعني عشان ما كانش يصح ان هو يتكلم كده مع الفرقة. اه بس ساعتها الفرقة لمرتد المستشرة مرد من الصور شرح للموقف اللي حصل و كنا رابدين يعني التعامل بالاسلوب دوت يعني مش اكتر. قدنا يستلطب بقى مطلب الفرقة. اه ساعتها اه دم الاستجاب وبعد كده بعدها كام يوم اه اصدح المرضا جيه وتكلم معنا تاني في الفرقة واعتزر لنا على اللي حصل وان هو يعني كان بيمر بضغطات وكده فهي دي بس الخريطة وينفعل علينا. وبعد كده خلاص يعني الموضوع عد عندك بس ساعتها بقى اهو ساعتها المجلس اتحله ومشه وبعدها يعني بعدها فترة سايرة جدا المجلس كنت حل. بالزبط. بالزبط. كريال تقردك سيسوس طلوع الجيش. هل اه حدث المفادات بينه وبين الاهلي? في الفترة دي? في الفترة دي في الاول اه بس كان ساعتها كان اه كان كابتل عبدالعب السلام كان لسا كان معنا في الجيش. وكان هو كان مر بصوة كبيرة وكده وساعتها كان الاهلي كان بيمر يعني عندهم حسن بس. حسن يوسف وساعت اهو اكلموني بس ساعتها بقى كنت يعني في فترة اللي انا في الجيش كنت مبسوط وكده فكنت اه يعني فضلت اللي افضل مستمرة في الجيش يعني كان فيه كلام اه بس من الكلام كان شو قوي قوي يعني اهو كان بس كان بكلم معي كده لهم بشو فراء يعني. مجارب بقى دات شافورية. بالزبط. بزبط ما كشفها بكشفها جرسمية. فاكرتك مع الجيش اه ولعدت كاس عامل دي عامل 16. اه. ايه كنوقتك بقى في البطولة دي تحديدا. لأ اه انا عايزولك ان انا عطي خمس سنين في الجيش بصراحة كلهم كانوا ايام دي كتت حلوة جدا وايام كتت جميلة بصراحة عنان دي الجيش ساعت كانوا مؤتمين برضو بالرياضة وكان مؤتمين بفرقة الفولية جدا. ساعت احنا خلنا معا بطولات خلنا دوري وكاس وخلنا افريكا رحنا كاس عالم. بصراحة من اجمل ايام حياتي يعني بصراحة. تحديدا بقى في مسلا ذكرات ساري فاليك او مواقف غريبة في كاس عامل دي عسى بلعبته في البطولة دي. اه كان في او كان يوسفاني كان لسه كان لسه جاي معانا في الا اول مرة يعني كان يخش مصر كان عن طرينا دي الجيش كان معانا بس طبعا كان لسه صغير ما كانش زي اما جاي زي امارك وكده يعني. فهو ما شاء الله كان قوي جدا يعني كان لكم من كده في كتير. بس الفولي بتاعه يعني ايه اخد خبرة طبعا والفولي بتاعه تحسن بعد كده يعني. بس فكنا احنا بنروح بقى نلعب في كاس العالم فكان في زميل وبقى كوبيين اللي هم الناس اللي هم زي عثماني وزي اه 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 واحد اسمه ليال وواحد اسمه سايمون دول كانوا جندين او يعني كوبيين برضه وكي يبدو لتكلم مع مازل معنا. احنا كنو نيضل ايه اللي هو يعني ايه بن بن الطريق عليه اللي احنا عايزين نكتبها زي اوهم يعني عشان يكسلنا وكده بس الطريقة فاقونا. اغلى الابطولة كسرة اخرية ا?, كان فائد افريقfive يللي كانت اقدام الترجي كانت ببطولة كوي جدا وكان فائد ترجي وكان فائد اهلي وأما كان فائد زمالي كانت بطولة جامدة جدا وكان في مصر وكانت معها للكاس العالم وadıه كانت اخر بطولة اصلا كانت بتآهلي كاس العالم طيب زي بالنسبة له كدأ اغلى طولا ايه. تبع المدريسة العجنبية ولا المحلية في الكورة الطيرة؟ لا انا مع الاجنبيه طبعيا الاجنبية بصراحة بالزت اه الايطاليين بصراحة بيبقى عندهم فولي حلو جدا ودائما هما بيحدثوا يعني على طولهم اطليم بيحدثوا مش اسمي الستين فتتعلم منهم كويس جدا في الفولي وفي عاجة احنا بتقاشى عارفينها هما بيعلم عنها فلا المدازة اجنبية طبعا احسن كتير جدا من محلية انا. بستور اه اه اعمل ايه تشكيل تاريزين دي. اه اه. انهم طاحب مصر في كراء الطائر. كراء الطريقة. ماشا راحة عبدالعب سلام. اه اه اربعات كابتن محمد عبدالمنعي وكابتن الحمد الصافي. ليبرو واي العيدي. اه السناتر اه سين الهول ميد البلوك يعني اختار اه اه عبدالطيف عثمان. واختار رشاد شبش. كده درستة كده اختلك بس احتياتي. كابتن مجد مصطفى. وايمن رشدي. وفي مركز اربعة صالح فتحي واحمد يوسف. اه الليبرو مسلا اختار احمد عبدالعالد بلونقا. اه السناتر اختار محمد عادل وعب حليب عبدو. بس كده تقريبا هو كده ستة وصل ستة. مع ان ضد اختيار اه فرناندو موزا مدارب تعني ليه? تدريبه لموتهب. لا والله انا اصل شايفة ان اي اه يعني ايه يعني حاجة سلبية بالنسبة لله يعني حاجة مش كويسة يعني ان ان انت هو برضو ايا كان يعني ممكن يميل اكتر لعادة الاهلي وهو فعلا واخدين تمن لعبة من الاهلي. اه فدي طبعا انت بتعد انا اكد انك بتعد مسلا فرقة على حساب مصر. على حساب ان انت واخد الفرقة كلها هتسافر طبعا مع اسكرات هتلعب بطولات هتحتك الكلام ده كله فدي حاجة كويسة للنادي بس هي طبعا مش كويسة لبيت الفرق ومش كويسة للمصر. شي ضعي تاني يقول ان الاتحاد الطائرة قرر ان هو ايه? اختار مدارب قدامه. حقا انا لحاجت فده يكون سهل ان هو عارف اللاعب المصرية ولاعب قدامهم كتير. انت هتفق مع رأي ده وانت اختلف. لا ما نقول حالك ان اختلف عن رأي لان ده في الاول في الاخر هو مدارب نادي. وانادي منافس. فزي ما قلت حاجة كده هو غزب عنه هيميل ان هو هيخد اللاعبه اللاعبه بتاعته تبطع تعنيه ويخلينه يحتكه ويعملوا مسجرات ويحتكه بمنتخبات جندا وهيرجع طبعا دي في مصلحته وفي مصلحة النادي بتاعه ومصلحة اللاعب بتاعته. دي عزرت قبل كده كان مداربين محلين برضو لدي الربو تلاندية والمتخب في نفسه لقد انه يبقى عن ضد النادي. فقرة ان مدارب نادي يبقى مدارب نادي. لا طبعا اه طبعا انت كانت بتزلم بتزلم بيت اللاعب اللا في الاندية التانية. ايا كان انت لو مدارب ما لو انت ايه بقى قصب عنا كانت لانافسك انت بيتمين للعيب اللي هو معك في الفرقة. عايزوا يبقى تحت تانيك وعايزوا يتمرن وعايزوا يحتاجك والكلام دو كل عشان ويفيتك بعد كده في البطولات بتاعتك في النادي. نرى كيف مجموعة مصد في الولمبيات باريسا في نابو عشريت? لا مجموعة صعبة جدا طبعا. بس طول عمر الولمبيات كده يعني احنا اللاعبات بتروح بتحاول تكسب وتعمل عليها وكده بس طبعا بتبدأ. الدنيا صعبة جدا لان دي اقوى بطلات اقوى بطلات يعني الولمبيات دي اقوى احتكاج اقوى من اي طولة. كل المنتخبات اصلا بتروح بكل بتاعها عشان تحقق المديلية الولمبيات يعني. وعند رسالة دي المنتخب مصر للطايرة قبل مشاركة في الولمبيات. ربنا يكرمنا طبعا اللاعبات الموجودة كلها لعبة رجالة. وبطلات نرام كل خير وكل توفيع ان شاء الله بازن الله. رسالة تكيل الجماهير ان طبعا معرض ان احنا نشوف نتايج كيلة يقدم في الولمبيات يعني. لان اتمنى هم تحدث. ولكن جنوب اتاس عدتها يكون له حجوم شرس ونقط سلبي ليه بالعجب. فان تيرسل تاب كيلة الجماهير. لا اعتقدت دلوقتي ان الناس بيتعرفة يعني بتفهم ازاي زمان. دلوقتي الناس بيتفهم كل المتخبات القوية في كل اللاعبات. فطبعا احنا معنا البرازيل ومعنا ايطاليا وبولندا دي الناس دي اللي هم طب في العالم يعني من سنة لهم تاريخ كبير جدا في الفولي فهم دول الجمهور اكيد عارف ان المنافسة يعني قوية جدا يعني. وش انت انت عليك بقى الفريق كل اختارة والزمانك ده كي يعود للمنافسة. بقى انك انت احد الكبادين التاريخين لفريق الزمان. والله انا اقول لها حاجة لحاجة على مضر يعني كنت موجود في النادي من ساعة ما تلاحة الدرجة انا دايما ببقى فرقة الفولي بتاعة نادي الزمانك. طول عمرها فرقة جمدة جدا. معنا لعبة كويسة جدا. هي الفكرة كلها بس في النادي ان انت ازاي تهيأ وتوفر للفرقة وللعبة جو ان هم يركزوا بس بالتمرين يركزوا في الفولي تبعينهم عن مشاكل زي المشاكل المادية زي المشاكل في النادي زي يعني مثلا انا احد من الناس اللي موجود في النادي انا بنام اصحى. الاقي فيه كارسة في النادي. الاقي وقف القيدة الاقي غرامات الاقي مجلس اتحلق الاقي مش عارف مين توفق. حقيقة غريبة كده بتحصل ما فهي الفكرة كلها بس ان هم وفاروا مناخ كويس للفرقة. اهم حاجة طبعا زي الظروف المادية زي الظروف الانتبعة الفرقة على المشاكل هي دي بس لكن الفرقة كلعبة وكجهاز لأ كويسين جدا على مدار التاريخي على روضا هيكل طبعا لعب فولي جمي جدا ونجمي من هو الفرقة وهو يعني من اللعب اللي لما يوقف حالتها بيفري جمي جدا مع الفرقة يعني روضا هيكل لو كويس بيكسبنا اي ماتش لو هو مش موافق طبعا ده بيقصر علينا طبعا ده كفولي يعني بالنسبة بقى البر الفولي طبعا هو حبيبي وخوي احنا مع بعض من 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 وحيف الناشئين من ساعة يعني احنا اربعة مني بولي اربعة في الملعب وفضلنا مكملين لحد ما وصلنا بدرجة الاولى بقى وبعد كده هو ربنا يا كريم وارب في حياته اللي جاية والنادي الجديد اللي هو يراحه وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله احنا هو مرتضى احنا مرتضى عايزو لك انه هو لما جم لما المجلس ده وترجع تاني النادي احنا كنا متعصرين جامل جدا وبعد كده هو جي بصراحة جاب اتنين محترفين اللي هو كان جواه ويوسفاني فرهم على الفرقة جامل جدا وساعة اقدر انكسب الدور والكاس اه كل حاجة طبعا بعمر ربنا وفضله بس هو كان يدور كبير جدا في انه هو الفولي رجعتني منصات التتويق حسين نبيب اه كابتن حسين نبيب طبعا ريسنا دي الزمالك لكل احترامه التقدير بس اه صعب بحس ان كانت حسين كده انه هو مش مش حاب بقى بفرقة الفولي يعني مش عاب بقى الدجائر وبقى بسبب اشخاص بسبب الكلام بيجي عن الفولي بطريقة سلبية ليه فاسعب بحس انه هو طبعا زامريكا وكل حاجة بيتمنى كل خير للنادي بجمال الالعاب بس انا بحس انه هو بيبقى متحمل شوية على فرقة الفولي اشاء النصر كابتن اشاء النصر نسل شخصتي محترمة جدا والناس اللي شايفة نجحة جدا في حياتها ومن ساعة لما كان مسك رئيس الاتحاد على هندبول بصراح حاجة محترمة جدا كمهندس كمان وكرامز يعني من رموز النادي يعني جمهور الزامريكا زي ما بقوله كده والجمهور اللي هو الوافي يعني وحسن جمهور طبعا في العالم وكل حاجة بس انا جمهور الزامريك باخد عليه بس السكة من هو عطيفي او زادة عن نزوم يعني في جمال الالعاب يعني ممكن اللعاب يعمل ماتش كويس بس اللي هي رفعوه وسبع عسامها اللعب مبقاش موافق فو ماتش مماء او اي حاجة يخلصوا عليه خالص كما بيقوله نزوله سبع ارض يعني فهي بس اللي بخد عليه يعني لازم الجمهور انا شاب ان لازم الجمهور يبقى عنده وعي اكتر من كده يبقى فام يعني رياضة اللعب امواق السعاد هي لعاي في الدنيا بالعالم كله بيكعله وقت مش موافق وبيكعله وقت يبقى كواس جدا في حالته فهي دي بس اللي بخده عليهم يعني يوسفيني الرينز ده طبعا يعني ده اللبابة زي ما بيقوله فالعب جامل جدا طبعا كنت بتمنى ان هو يكمل معنا في الزمالك كان يفري معنا جامل جدا وبتمنى ده طبعا ان هو يجدنا يعني يرجع الزمالك في اي سنة من السنين افري طبعا مع الفرق جامل جدا كان يدور كمير برضه في مقسمنا في الدورة والكاس احمد صلاح احمد صلاح ده ده الاسطورة مش هيجي زيه تاني انا شايف انه مشيجي زي تاني في مصر يعني بتمنى طبعا ان هو زي صلاح كده في الكرة فده اسطورة انا شايف انه اسطورة اللعبة بسم الله ان شاء الله بحافظة على نفسه كويس جدا مقدر ان يعمل اللي هو فيها فربنا اكرم ارده عبدالله عفسرين عبدالله عفسرين برضو يعطى برضو اسطورة من الاساطير الفولي برضو بالذات في مركزه يعني وراجل النجم يحترف في اول اللعب يحترف في الدور الايطالي وخدم عمد طول الكاس تقريبا لعب كبير جدا وبرضو من الناس اللي مش تجي زيها ويعني مش عارف اقول عليه بس هو بصراحة لعب جامل جدا وكان من الناس اللي اثرت في تاريخ مصر بالفولي افريقيا وعربيا وكل حاجة وقصر برضو في القليل هو صلاح جيل ده يعني ما شاء الله عملو حاجة كتير جدا صعب او ان في اجيال تانية اتحقق انهم عملوه مصطلحات كرة كظم وتشوف انت عارفها في السوكة في السوكة دي تقريبا اللي هي زي المعصة كده اللي هي بين القائم وبين العرضة تشميسة تشميسة دي اللي هو انت لما يكون حد داخل عليك فانت بتجيب الكرة من فوقية كده بتعديها من فوقية كبري كبري ده اللي هو من رجل اللاعب من كترة فوفي وقرب عليك كوي 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 بانينكا دي لأ وبانينكا دي مش عارفها مش عارف بانينكا ايه و Anpona بردا دي معرفها من سجل اجمال منتخب مصر وقت كاس العالم 22 áreas ميحمد صراب امتى اول مره منتخب مصر كاس بوتورته وم أفريكة للطائرة تقريبا 76 wart contraceptippe من صاحب qedu vrf 2006 ramen tv 24 في مباراة تلاعبص مصر احمد حمدي طبعا ربّاناش فيها جيبي القارب اشتركوا في القناة